اتذرون شيئاً لو كان للإله هذا فم ولغة كلغتنا لفضل يقيناً السمت حداداً لفضل يقيناً السمت حداداً لفضل أن يكون أبكماً أصماً أعمى على أن يتجلى في أفعال الحمقتل على أن يكون الغائب الحاضرة ولا هو جلالته له حق في الرد أتذرون شيئاً آخر؟ سئمت 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 الكل فالكل الحقيقة يدعي والحقيقة ذاتها عن رواق الحقائق الطارد سئمت سئمت عشائر هنا وهناك وبين العشيرة والأخرى جمحور بنادق بين العشيرة والأخرى مستنقع حقائق أصوار تبنى على داخل مهدم ومن يخالف باسمه سيعدى سئمت أنت سئمت بما تغسل فتزيف عن الآلهة حتى يكون بهذا العمق آثم أولأنه على غرارهم أطلق جناحي الرغبة للعالم ولم يتقمص التوتم أبهذا هو آثم؟ أم أن للإنس في الروي مدارج اختلط فيها الهجير بالهاجر واحتدم فيها الرياء والرثاء كما هو سديم مظلم فاعل وقتع بل وجسم من كل باب أنه كافر من كان للإنس داخي آثر أتساءل حب هذا الإنس آثم؟ كونه موزون كبحر خبب من خارج المعبد يقف شاخصاً مستب بيده كلاً بؤساً يعوي والسماء تبكي حرقة حلى أبواق الملائكة بياد ماكاً أبيض والسم ليس بالمنتظر ترذي وتوذي في مرج حتى الصنم فما العمل إذا ما كان القديس ذاته انتحر عفواً أعني قد رحل وبحضن الأم قد دفن فالزمن لا أحد ينتظر اشتست الأرض وهرئ الفكر وبموت الشاعر قد طمر كل جميل فاغر موسيقى موسيقى الحقيقة يتنعي والحق الحقيقة يتنعي عن روالي حقها أتساق ماذا تنفسي وعني أتساق أتساق أولي أني أنواع عمراري أطلقتنا الحقيقة رغبة يتعلم ولم يتقى قصة قصة أبي حدث وآثم